مجبرون غير مخيرين هو لسان حال الأساتذة الذين دخلوا في إذراب لمدة يومين من أجل لفت انتباه وزارة التربية الوطنية للاستجابة لمطالبهم العالقة بعد طول انتظار على كل حال نرى في إذراب من فوق قلبنا مرغمين على هذا الشيء بسبب تدهور اللي وصلت لهم المنظومة التعليمية من بين مطالبنا هي تصحيح المناهج التعليمية ونشوف المشاكل اللي فيهم طالب بتحسن القدرة شرائية للأستاذ التي أصبحت في تدني راهي ورفع تضييق عن العمل النقابي تمثيل نقابي نحن رأينا فيه ضغط كبير ونطالبه بفتح مناصب كافية ومناصب مالية لتخفيف الحجم الساعي للأستاذ باش يخدف في ضعف مياني كي يكون إذراب الوزارة ما يعني ما تلبيش المطالب وتتماطل يعني باش حتى في الاجتماع الدار واجتماع اللجنة وطنية دار تماما اجتماع يعني ورد التحهم ما كانش مقنع رغم تأثير هذا الإذراب على سيرولة المقرر الدراسية غير أن تلميذ ساندوا الأستاذة في مطالبهم خاصة فيما تعلق بالضغط المفروض عليهم بسبب النقص الفادح في التأطير البداغوجية أستاذة دكال حقوا الضغوطات مع الضيق الوقت والدروس هذه الاتراكة ما ميجروا على جهنة ورام يديروا في البوصيب لعلى جهنة تلميذ تحهم خلاص عياه نحن نسحق مدى بين الأستاذة تحنا بكامل طاقة تحهم نحن حاولنا تدارك هذا المواقف تأثير على سير البرنامج الدراسي ندرنا للمستحيل على جهنة تلميذ تحنا وبإذن الله نكونوا موفقين في هذا الأمر نعين وعيين مع الزمالة إذا كان فيه تأخر رح نستطر كل هذا الرطع التصعيد هو الخيار الذي سيتوجه إليه الأستاذة قريبا ما لم تلقى شغالتهم حلا مستاجرا من شأنه ضمان الاستقرار في المنظومة التربوية وجعلوا مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار خاصة وأن امتحانة الفصل الثاني على الأبواب شكرا